أهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة في وصفة عزيز المشاهد تطور فن التجميل في السنوات الأخيرة تطورا نهائلا حتى أصبح سر من أسرار السعادة ففي مكان للعناية بالشعر أصبحت هناك حلول سريعة وعملية للشعر وكافة أنواعه أحب أفكر حضركه أن في الحلقة السابقة كانت زملتي معها كان بتتحور في نوع منتج عن البروتين كان اسمه نير مامينت كان عالي الجودة جدا بس من موضوع حدقتنا النهاردة هيبقى مختلف شوية هنتكلم مع المنتجات اللي أناية بالشعر مع البروتين قبل ما نخش في موضوعنا ونتحور فيه وانفتك إن شاء الله أحب أرحب بزميلة الأستاذة معه أهلا بحضرتك أستاذ يشام أهلا بأعزائي المشاهدين النهاردة إزاي ما أستاذ يشام نوه وإيل إحنا المرفضة تكلمنا عن منتج النهاردة هنتكلم مع الخبيرة اللي معينا عن العناية بالشعر هنتكلم عن إزاي نعتني بشعرنا بعد البروتين إزاي نصف كلام المتخصصين اللي إحنا قبل ما بننوي المفروض نروح نعمل تجميل ناخد منهم الكلام الصحيح الكلام ده هنعرفه مع خبيرة العناية بالشعر الأستاذ هيبة مراط الشهيرة بلومور أهلا بحضرتك أستاذ هيبة أهلا بإيكي حاولت طبعا إزاي ما قلت لحضرتك كده أو إزاي ما حضرتك سيماتي معينا إحنا تكلمنا عن منتج في السوق يعني عالي جودة النهاردة عايزين بقى نتكلم على إزاي نعتني بشعرنا إزاي نهتم بشعرنا لإن معروف إن شعر أو التاج المرأة هو شعرها أكيد صحي كده؟ أكيد طيب أنواع الشعر في البداية عشان مشاهدين أكيد فيه ناس ما تعرفش إيه هي أنواع الشعر أكيد أنواع الشعر فيه شعر دهني وفيه شعر جاف وفيه شعر عادي وفيه ميكس بقى اللي هو دهني الروتس بتاعته بتكون دهنية وباقي الشعر بيكون جاف وفيه شعر إفريقي تمام؟ كل شعر بيختلف عن التاني الشعور الإفريقية بتبقى هي والدهنية بيستقبلوا البروتين بصعوبة بيستقبلوا عموماً أي حاجة بصعوبة وبيفقدوها برضو وصعوبة بيستهل إن هم يفقدوا أي حاجة سواء بروتين أو أي مادة فرد الشعر الجاف بقى اللي هو ده طبعاً بيكون جاف بسبب السبغات أو الفرد الكيميوي اللي هي حاجات خلاص صحة بتأخير الشعراية وبقت الشعراية جافة جداً تمام ده بيشرب يعني بيستقبل أي حاجة بيشرب المادة بسهولة وبيفقدها برضو بسهولة طب بالنسبة للحركة حركة شرحتنا أنواع الشعر طب هل كل شعر منتج مخصوص دي؟ أكيد أكيد طبعاً يعني الشعور المسبوغة اللي هي التلفل هل كانة دي بيبقى لها نوع خاص بيها بتبقى الترطيب فيه عالي جداً عشان نحاوي نرجع للشعراية حيويتها لأن هي كانت فقدت كل حاجة بسبب مثلاً موضوع السبغة برضو بيبقى سبب فرد كيماوي قبل كده فدي بيبقى لها نوع معين خاص بيها الشعور الأفريقي اللي هي العنيدة جداً دي لها نوع برضو خاص بيها الشعور اللي هي الضعيفة يعني هي مش معمول فيها حاجة وبيور بس ضعيفة بيبقى لها برضو نوع معين كل نوع شعر اللي هي نوع بروتين أو نوع فرد معين خاص بي ماينفعش نستخدم نوع واحد لكل الشعور في شعر معين ممكن النوع ده يجيب معه ما يجيبش مع النوع التاني ممكن ده يفيده بس مع النوع التاني يضره طيب بالنسبة للموضوع بالنسبة للشعر يعني مش أي منتج يمشي معاه إيه الفرق ما بين المنتجات المنتدولة في السوق أحليين زي مثلاً البروتين والكرياتين الفيلر البوتكس الترميم الكلام ده كله إيه الفرق ما بين ده وما بين ده سؤال مهم ودايماً أي عميل اللي بتكلمني بتحاول تستفسر فبتقولي فاهميني إيه الفرق بينهم بالنسبة بصي هبدأ معاك بالكرياتين الكرياتين يعتبر من أول بدايات كده اللي هو كان أول مادة فرد طلعت الكرياتين بيفرد طب معلش قاف عند النقطة دي في حد بيجيلك دلوقتي بيسألك بيقولك أنا عايز عمل الكرياتين بتهيالي آه فيه فيه بس أنا مش بعمله أنا بصراحة ضد الكرياتين لسبب واحد لأن فيه نسبة فرمالين عالية الكرياتين طلع يعني هنقول بعد الفرد الإيطالي زي الجلات البومبوينت الحاجات دي طلع بقى الكرياتين بيفرد الشعر تمام وهو مخصص للشعور اللي هي الأفريكي الشعور الخشنة جداً بيعتمد في الفرد بتاعه على الفرمالين طبعاً احنا عارفين قد ايه الفرمالين بالزبط فبعد كده بقى ايه طلع البروتين البروتين طبعاً مادة فرد بس بتفرد بالأحماض الأمينية تمام ده تطور للكرياتين تمام مادة أمينة بنستخدمها عادي للأطفال بنستخدمها للحوامل وبيفرد كل أنواع الشعر بدرجات بقى متنازمة طب حضيك الطرق نعناية بقى بعد الفرد تمام طبعاً بعدما الشعر تفرد والريجي بقى جميل وناعم وكل حاجة المفروض أن العميلة تهتم بيه مش معنى أن هو خلاص بقى ناعم وبقى حلو فهي تهمل فيه لا بالعكس احنا بنبقى احنا عملنا الجزء الأول علينا الجزء الثاني بيبقى على العميلة بأن هي تستخدم أولاً مجموعة عناية تكون زيرو سوديوم زيرو سلفات تكون مجموعة مختاراها جودتها عالية عشان ترتب لها الشعرية لأن الشعرية لو جفت بيحصل فيها تقطيم أو تساقط فاحنا مش عايزين نوصل الشعرية للمرحلة دي خالص احنا عايزينها على طول رطبة طارية بتبقى جميلة حلوة طبعاً في حاجات احنا بننعها تماماً بعد البروتين ما ينفعش ان هي أو قبل برضو ما ينفعش ان احنا نستخدم أثناء الشهور مياه سخنة سخنة أوفر بقى دي بتعمل تأصيف تمام حضرك بقى من كلام حضرك بتوضحينه أكتر بقى أن الأسباب دي برضو ممكن أن يتعرض للشعر في التقاسف أو التساقط تمام أكيد هقولك أسباب تأصيف الشعر عموماً هم ثلاث حاجات يعني تقريباً كل ستات وبنات مصر بالأسف بيقع في الخطأ ده استخدام البيبي ليس باستمرار ده خطأ كبير جداً يعني ممكن تلاقي العميلة في الأسبوع تعمل أكتر من مرة أو حتى لو مرة في الأسبوع برضو ده مدر استخدام برضو السشوار مش مجرد تنشيف ان انت تفردي به الشعر ده برضو مدر استخدام المياه السخنة التلاث حاجات دول بيعملوا تأصيف للشعرية فاحنا بنبعد عنهم تماماً معلش خليني في حتة المياه السخنة دي عشان أنا أبقى واخدى المعلومة ليا وبعد كده للمشاهديني بالنسبة للموضوع المياه السخنة الشعر نفسه يعني حتى في ان احنا مثلاً ما نجي نعتني به كشطفة أو غسيل برضو حتى لو مش عاملين بروتين بالزبط خليني متفقين على الكلام له دي برضو تضر الشعر أكيد أكيد لازم بصي سواء عاملة بروتين أنا بكلمك خصوص العناية بالشعر عموماً عموماً مش شرط موضوع الفرد عاملة بروتين مش عاملة بروتين عاملة فرد مش عاملة ما ينفعش ان احنا نستخدم مياه سخنة اللي هي سخنية الأوفر على الشعرية الشعرية دي عايزة أقولك بزبط مياه فترة طبعاً حصوصاً نحن في الشتاء فأكيد مش هيعمله بمياه ساعة الشعرية دي عايزة أقولك حاجة ضعيفة جداً حاجة بصي اللي هو لازم نتعامل معها بحنية زي البشرة زي الشعرية طب أستاذ محمد بعد إذنك عايزين تجهيزات كده للفيديوهات اللي معانا الخاصة بأستاذة هبة أستاذة هبة من مناسبة العناب الشعر والماء السخن اللي بنقول عليها أنا عشان اعتني بشعري من بداية اليوم تكلميني بقى بشكل عام للعناب الشعر من أول ما بصحة الصبح المفروض بعمل إيه لشعري تمام بصي المفروض ان أولاً الشعر يتصرح مرة على أقل في اليوم طب حضرك هنعرض بس الفيديو اللي لحضرتك وعايزين حضرتك تعلقلنا عليه بعد إذنك دول اتنين مع بعض اتنين اه اه طبعاً الأولانية دي شعر بصي أفريكي شعر أفريكي عنيد جداً مبرين عليه وتقيل تقيل بيشرب البروتين أو بيستقبل عموماً البروتين بصي بصعوبة وهو بيفقده بصعوبة طبعاً يعني مش سهل إن هو يفقده بس شعرية صعبة أفريكي بس اللي هي شديدة شوية التاني الشعر التاني ده ضعيف جداً شعرية ضعيفة سمكها ضعيف متهلكة طبعاً النوع المستخدم للشعر الأفريكي الأولاني غير الشعر طبعاً الضعيف يعني استخدمت دي نوع والدي نوع لكل شعر المنتج بكي اه دي نوع ودي نوع طبعاً مختلفين عن بعض خالص لأن الشعرية مختلفة عن التانية ما شاء الله ده هو كده النتيجة اه دي النتيجة النائية بعد الغسيل من غير أي حاجة ده الشعر ده كده ولا معمول مكوت مجرد تنشيف بس بس شوار لكن لسه ما كانش الشطف لا ده شطف ده كده النتيجة النائية بعد الغسيل اه بشامبول ماسكو كل حاجة طيب احنا لو بنتكلم عن البنوتة الأولانية اللي احنا قلنا شعرها تالف تالف اول هو الافريكي اللي هو الخشن او ما بيستقبلش المادة زي ما حضرتك قلتي تمام المواد القوية اللي في السوق بتنفع مع أي نوع شعر ولا لأ لازم لكل شعر منتجه لازم بصي مهما كان عندك أنواع كتير ومهما كانت أنواع حلوة لازم يبقى فيه حاجة اسمها تخصص كل شعر مخصص ليه نوع تمام تمام حضرتك طبعا في أي مكان أو في أي حاجة الواحد بيستخدمها الافراد فيها يبقى مدير اكيد اكيد طبعا فتنصحي ايه بحضرتك بقى يعني في استعمال المنتج أو البروتين البروتين بص عموما إحنا المفروض عملنا البروتين نعمل مثلا أنا لما تجيلي عميلة عاملة شعراها مثلا من شهرين ثلاثة وتيجي عايزة تعمل تاني بعد ثلاث شهور أنا برفض ليه بقى ما هو مش كتر وحلو لازم يبقى فيه توازن لازم الشعراية منجيش عليها علشان ما نكهتهاش فلازم يكون فيه فاصل الحالة ممكن هنقول مرتين في السنة طبعا نكمل لحكابة لحضرتك بس بعد الفيديو التاني دي حالة كان شعراه برضو قصير وكان زي ما نقول نوعية الشعر نفتها خشنة خشنة وعايزة قولك ده بيعتبر بصي اللي هو ميكس من شعرين يعني شعر مزبوغ مهلوك اللي هو الجزء اللي تحت يعني السبغة اللي فيه دي كانت من قبل ما نعمل البروتين اه انا على فكرة مش بعمل سبغة ضد السبغة اصلا مانا لأ مانا سيجيني الموضوع السبغة انا هسألك برضو فيه لاني فيه ناس كتير بتحب تغير بالسبغة خلينا مع الفيديو اللي معنا ونرجع للموضوع السبغة دي النتيجة بعد الغسيل النهائي بعد الغسيل النهائي ده شعر ضعيف ده الشعرية ضعيفة جدا جدا بس ما شاء الله يعني شوفي بعد النتيجة بقى التحفة ده بقى شعر بصي عنيد ده شعر خيالي انا باطلق على الشعور اللي هي اللي زي دي شعر خيالي الشعر ده يعني صعب في كل حاجة صعب في تطبيق الجلسة صعب في اول ما بنبدأ معاه وصعب جدا في النواة يستقبل المادة بس ما بيفكتهاش بسهولة يمكن ده مستو الشعر النوعية الشعر بس انه ما بيفكتش المادة اللي خدها بسهولة يعني ممكن لو مثلا محتاج ان الشعر يتعامل في الطبيعي او شعر طبيعي يتعامل مرتين في السنة مثلا لا ده يحتاج مرة واحدة بس في السنة فده يمكن ده اللي بيفيده طيب استاذة هيبة بالنسبة لموضوع السبغيات بقى حضرتك بتقولي انا ضد السبغيات ليه؟ يعني انا بسرا عايزة اعمل شعري او عايزة يعني اغير من الشكل فمعروف ان السبغيات بتغير من ملام حلول بزبط تجدير بصي انا ضد السبغة لسبب واحد يعني كافيلي خليني ابقى ضدها طبعا السبغة بتسحب خير الشعرية الشعرية بيبقى فيها مادة دهنية يعني احنا فروة الرأس عموما كل تلات ايام بتفرز مادة دهنية دي من عند ربنا تمام؟ فالشعرية بتبقى متغلفة كده بمادة دهنية وحلوة السبغة بتيجي تاخد كل الخير ده وبتاخد اللون الطبيعي فبتخلي الشعرية بصي انا دايما بقول شعرية هش متعلقة في الفروة حاجة هش انت متخيلة ما لهاش اي لازمة حضرية طب كل حاجة ليه بديل طب نتنصحي بايه بقى بالبديل السبغة بص انا ضد موضوع الالوان الاوفر يعني البلوند الكري الالوان اللي هي لازم قبليها تشئير وتفتيح تشئير اصلا في حد ذاته خطر ومدر ده كرسة ده حاجة بص يعني اللي هو تخلي الشعرية ما لهاش اي لازمة تمام؟ فيه ناس طيب انا بيطلع لي شعره ابيض عايزة اعمل سبغة انت بتقولي انت ضد السبغة طب نعمل ايه مفيش مشكلة لأ هنستخدم بقى انواع سبغة معينة وبدون طبعا تشئير ولا لا يبقى تغسسيني كده بصي انا مش اقولي لحد محدش يسمع تماعة غسسيني قولي لي ايه اللي ممكن يبقى بديل ان انا استخدمه كسبغة تمام بصي فيه تلات انواع دول انا باعتبرهم الى حد ما كويسين بس نجيب النوع الاصلي منهم بلاش موضوع التقليد ونستخدمهم بعد البروتين كمان نعايز اقولك يعني مسموح ان انت تستخدميهم بعد الفرد مش هينشوفوا الشعراية طبعا زي الانواع السبغة العادية وهتكون حلوة شوية هتطري الشعرية شوية زي سبغة لاكمي ماكسيما جيكي نقوليهم تنى عشان لو بيكتبوهم لاكمي سبغة لاكمي سبغة ماكسيما سبغة جيكي جيكي تمام طيب بالنسبة لدول يعني ممكن يكون اضرارهم بسيطة جدا على الشعر بير الزي سبغة الاساسية تمام انا نفسي بجد يعني ان كل البنات والستات يعرفوا ان التشقير ده كرسة في حد ذاتها ياريت نبعد عنه المهم بصي هو في ناس تقولك انا بحب التغيير بحب التجديد طب ماشي اوكي انت هتجددي بس منظر الشعراية هيبقى مش حل وانت نفسك بعد كده هتلاقي نفسك متضايقة فبلاش نبعد عنه فيه الوان كتير بتتعمل بس من جير تشقير وتفتيح طب انا ما عرفتكيش ليه من قبل ما اعمل التأشير من شانا فاتت ادي شعري بظهور جيء واضطريت ان انا عمله مرحي انا هزبطه لك ان شاء الله طبعا زي ما استاذ زهيبقى قالت ان فعلا موضوع التأشير بالسبغة والكلام ده بيطلب الشعر ياريت ندور على الحاجة اللي دايما تكون كوبي الحاجة من المنتج القصمي اللي احنا نستخدمه لشعرنا عشان ده يعني ده حفاظا على شعرنا قبل ما ندور نعالجه ازاي لازم نحافظ عليه ولا ايا استاذهبا اكيد طبعا انا حاببت ادينا برضو بعض الكلمات من حضرتك عن موضوع العناية بالشعر واستبغوا البروتين ونعرف حضرتك برضو اكيد في فروق في كل ما في كل منتج بيبقى في فرق مثلا من البروتين اكيد اكيد بصي احنا فيه بروتين وفيه بوتكس وفيه فيلر وفيه بقى ترمين تمام البروتين زي ما احنا عارفين بيفرد تمام وبيفرد جميع انواع الشعر وكل نوع شعر ليه نوع خاص بي تمام البوتكس بقى بيفرد بس بنسبة 50-60% لشعور الضعيفة تمام بس انا بقول ان البوتكس منتج علاجي اكتر فاهماني وبنستخدمه الحوامل والاطفال عادي جدا خالص الفيلر برضو منتج علاجي بيعلي نسبة الترطيب جدا في الشعراية في بعض الشركات بتحط الفيلر في المنتجات بتاعتها عشان تزود نسبة الترطيب تمام ما بيفردش بقى خالص الفيلر اللي هو الاصلي مالوش علاقة بالفرد هو ليه علاقة بانه هو يرطب الشعراية يزود سمكها بالزرط منتج علاجي لكن مش فرد في بقى مسميات تلاقي مثلا فيلر كذا دي بتبقى مسميات اللي هو فرد فيلر فرد ده مسميات لكن فيلر اللي هو اسم على مسمى مالوش اي علاقة بالفرد خالص طب بالنسبة حضرك للمنتجات او بروتين تمام ليه اعمار معينة يعني مسموح للمسلا طبعا لها صلاحية اكيد غير الصلاحية المنتج اه انت قصدك اعمار نستخدام مثلا بالنسبة للسيدات اطفال ممكن يستخدموه مرحلة عمرية طبعا تبتسل يقولتو زي شام عندها عشان بنوتيتك عشان نقوم بكرة الحوار جميل جدا واكيد المشاهدين بالنسبة ازاي بنتك او زوجتك او اختك ازاي تستخدم المنتج وازاي تستخدم بروتين اكيد الاطفال طبعا قوي بنعمل لهم بس بيكون نسبة البوتكس بتكون اعلى بنستخدم نوع بروتين بس يكون امن للاطفال وما فيش مشكلة بنعمل لاطفال بس عموما الطفلة عشان تعد وتستحمل لها جلسة بروتين مش اقل من سبع سنين تمام يعني ده كمان بيبقى فيه سبع تمن سنين ومش بيستحمله تطبيق الجلسة يعني احنا بنستخدم البيبي ليس اسطاق وقت كبير والمكهو كمان على الشعر بطبقى دربة حرارة طيب تليني في حتة الجلسة دي برضو ان انا مثلا لو راح لمدخص ديسة اعمل شعري المفروض ده وقت تحتجلسة يتراوح ما بين كم ساعة مثلا بصي هو زمان طبعا كنا ممكن ناخد عشر ساعات حداشر ساعة لو شعر بالزبط وكانت المكاوي برضو نفسها الحرارة بتاعتها مش اللي هي دلوقتي الحرارة دلوقتي بسم الله ما شاء الله عالية جدا وانتي بتتحكمي فيها فدلوقتي الجلسة بصي هنقول بالكتير ست سبع ساعات مش اكتر من ساعت ما تبتدي في تطبيق الجلسة بالزبط في شعر طبعا لا انا بديكي رينج اللي هو يعني اكتر وقت ممكن تاخدوا اكتر جلسة اللي هو الحد هنقول سبع ساعات او ستة لكن فيه بتاخد اربع ساعات حضريك يعني احنا للأسف وقربنا نوسط لنهاية حليتنا احنا بس عايزين نعرف محضريك النصائح ورشدات نوري لها للمشاهدين بالاستخدامات اذا كان منتجات او بروتين تمام انا دايما بقول للعملة ان مش لازم بس نهتم بشعرنا عشان عملنا بروتين او الشعرية بقتنا عملاء حتى لو فينس مش عاملة بروتين مفاوض ان احنا نهتمه برضو بشعرنا نهتم بيبقى ان احنا ما نستخدمش مية سخنة جدا عليه ان احنا لازم يوميا نسرح شعرنا ماينفعش نسيب شعرنا من جير تسريح يعني على اقل التسريح اصلا بنشط الدورة الدموية تمام ان احنا بعد البروتين طبعا نستخدم مجموعة عناية تكون فري سوديوم فري سلفات تمام طبعا شرفتين بس معلومة بس بسيطة استاذة هيبة موجودة معاكم على صفحتها باسم لمار للبروتين الاصلي الفرق ما بين ده ما بين ده الاسمين يعني ان استاذة هيبة ده اسمها ودي شخصيتها وفي اكيد متابعين دينا دلوقتي يتفرغوا علينا مين هيبة دي هي دي استاذ هيبة بس اسم لمار ده اسم بل نوتتها فهي الفيسبوك بتاعها او البيج الخاص بصفحة البروتين اسمه لمار للبروتين الاصلي تمام كده كان وصلنا لنهاية حلقتنا وتمنى يكون افدناكم بمعلومات او اسرار اسرار الاستاذ هيبة اسرار السعادة واسرار المنتج واسرار البروتين شكو على خير وان شاء الله نسبوها القادر بإذن الله